موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن البيان الأخير للجنرال المتقاعد والفار ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار خالد نزار المعروف والذي لا يحتاج إلى تعريف من ضباط فرنسا كان صف ضابط في الجيش الفرنسي إبان ثورة التحرير سيناريوهات كثيرة تتحدث عن قصة فراره ثم تغلغله ووصوله ودخوله في المؤسسة العسكرية وتغلغله وبنوغه أعلى المراتب حتى صار وزير الدفاع قاد انقلابا عسكريا عام 1992 ضد جبهة الإنقاذ التي فازت أنذاك بالانتخابات البرلمانية ودخلت الجزائر في دوامة حرب دامية تشكلت تنظيمات مسلحة وجمعات إرهابية وتم الزج بالجيش الوطني الشعبي في تلك الحرب النجسة ودفع الثمن غاليا الجزائريون والعسكريون والدولة الجزائرية وغروات الجزائر وبناها التحتير كان الثمن باهظا وكنا دائما نقول أن الدور القذر الذي لعبه خالد نزار في تلك الفطرة لا يقتصر على دوره فقط في الإنقلاب العسكري الكامل الأركان أنذاك الذي أقدم عليه ضد الرئيس الشادلي بن جديد وإنما بدأ الأمر منذ أكتوبر 88 عندما خرج الجزائريون إلى الشوارع وانتفضوا ضد حزب الواحد وتم استغلال تلك الانتفاضة التاريخية التي تعتبر أول انتفاضة شعبية في تاريخ الدول العربية جمعا البعض يتحدث عن ثورات ما تسمى الربيع العربي ويزعم أن هذه الثورات الشعبية أو ثورات الشعوب ضد الاستبداد بدأت في تونس وهي مغالطة كبرى إن كانوا يقصدون أن مخطط الفوضى الهلاكة فهو بدأ قبل ذلك وإن كانوا يقصدون حقيقة الانتفاضات الشعبية والثورات الشعبية ضد العنظمة الحاكمة فإنه قد بدأ في الجزائر عام 88 ولكن ضباط فرنسا كما يسمون خالد نزار العربي بالخير العماري وغيرهم وغيرهم الذين صادروا إرادة الجزائريين في التغيير التي بدأت في أكتوبر وهم الذين لعبوا الدور في اعتماد حزب كل المؤشرات تقول بأنه سيكون حزب متطرف بل أخرجوا حتى جماعات بو يعلي والتحقوا بجبهة الإنقاذ وأصبحوا قياديين وفتح المجال للخطاب الجهادي والخطاب المتطرف وجاء الوقت المناسب بل سمح لجبهة الإنقاذ وسمح بانتخابات وكل المعطيات والمؤشيرات أنذاك تقول بأن جبهة الإنقاذ ستفوز بالانتخابات وكل التقارير الأمنية أنذاك تتحدث بأنه في حال إقدام المؤسسة العسكرية أو الدولة الجزائرية على أي إجراءات دعيق جبهة الإنقاذ من الوصول إلى الحكم ستتحول الأوضاع إلى قنبلة موقوتة فكل المعطيات بل أن الحديث إيث والتقارير بدأت تتحدث قبل انتخابات ديسمبر عن بداية تشكيل تنظيمات مسلحة خالد نزار بغض النظر عن هذا التاريخ البشع سواء في الثورة الجزائرية أو ما بعدها وتاريخه العائلي لن نخوض في هذا الأمر لكن نخوض فقط باختصار شديد على هذه العودة والتي تزامنت بما نقلته صحيفة الوطن اللاطقة بالفرنسية والصادرة بالجزائر والتي قالت بأن هناك إجراءات أو أن هناك تواصل خاصة بعد استعادة بونويرا المساعد الأول الفار إلى تركيا استعادته من تركيا واستماع إليه في انطرف الأجهزة الأمنية والاستماع إليه في انطرف القضاء القضاء العسكري وتوجد ملفات ومعلومات خطيرة وشباكات كشفها هذا المساعد التي تتعلق بقضية فراره وهروبه وهناك تحدثت جريدة الوطن عن إجراءات أو أن هناك اتصالات من طرف القيادات العسكرية الحالية بجنرالات فارين في الخارج بصدد استعادتهم وخالد نزار في خرجته تقريبا نفى أنه يكون أي مفاوضات ولكن هذه الخرجة أخذت الكثير من الأبعاد هناك من يقول بأن النظام الجزائري القائم الآن والرئيس تبون بصدد استعادة هؤلاء الجنرالات لكسب ودهم حتى لا يكشفوا المعلومات التي لديهم في الخارج وطبيعي جدا من حيث المبدأ أن أي مؤسسة عسكرية يكون لديها مسؤول بدرجة جنرال كان في مناصب عليا وفرر الخارج ستستعمل كل الطرق إلى استعادته لأنه سيشكل قنبلة موقوطة ضد الأمن القومي بلا أدنى شك ولكن من هذا وفق طرق تعرفها الأجهزة وتعرفها المؤسسات في مثل هذه الحالات لكن هل حقيقة هناك تواصل مع خالد نزار؟ خالد نزار بنفسه نفى هذا ومن يقرأ رسالة خالد نزار ويفهم نفسية خالد نزار سيدلك تماما وتمام الإدراك أن هذه الرسالة ما هي إلا غزل من خالد نزار إلى السلطات الجزائرية الرجل في مرحلة معينة قلب الطاولة على القايد صالح وعلى النظام الجديد وفر إلى الخارج ولكن الوضع الذي يتواجد عليه في الخارج وخالد نزار من الناس الذين تربوا في أحضان النظام منذ 62 ولا يمكنه مثل السمكة لا يمكنه أن يعيش خارج النظام حتى لو كان أنه في بيته وليست لديه أي مسؤولية لكن خالد نزار كان دائما التواصل مع الجنيرالات ومع المسؤولين ومع الوزراء وكان دائما قريب من هذه الدوائر وكان دائما يشعر بنوع من الأمان ويشعر بنوع من الأهمية خاصة أنه تجاوز الثمانين من عمره إلا أنه دائما يشعر ولكن الآن عندما وجد نفسه موجود في إسبانيا في شقاء أو في أي مكان آخر ليس له تواصل ليس له قيمة مطاردات وملفات تطارده حكم غيابه بعشرين سنة سجن نافذة هو وابنه تطارده مذكر التوقيف تطارده ربما ستصادر أملاكه في الداخل كثير من الأمور ضاعت منه ورجل مثل خالد نزار وطبيعته ونفسيته لا يمكن أبدا أن يعيش في هذا الظرف أن يعيش في وضع مطارد أو يعيش في موضع معارض هؤلاء لا يعرفون هذا الشيء دائما يريدون أن يعيشوا تحت ظل المؤسسة العسكرية خالد نزار منذ كان في المؤسسة سهرة وفي المؤسسة لكن بعده عاشت تحت ظل علاقاته مع التوفيق وعلاقاته مع العربي بالخير وعلاقاته مع دوائر في المؤسسة العسكرية والجنرالات في المؤسسة العسكرية كان دائما حتى المعلومات المتوفرة لدينا أنه دائما على الأقل عنده مجلس أسبوعي في فيلته في حضرة يجوه ناس ضباط ويحكوا ماذا يدور في المؤسسة العسكرية يريد دائما أن يعيش وهو يدري ما يحدث في المؤسسة العسكرية خالد نزار يعيش بوهم أن المؤسسة العسكرية أنقذها أنه أنقذ الجزائر أنه من المفروض يكون له تمثال وهو ورّت الجزائر بمعنى الكلمة في حرب أهلية وهذا لا يعني أنه ننفي دور الطرف الآخر أنا دائما أقول أنه أكبر خطأ سمح للمتطرفين أن يعتلوا منابر السياسة المنابر الحزبية في الساحة الجزائرية في تلك الفطرة من 88 حتى إلى 91 حتى 92 تقريبا وهم في المشهد السياسي وفي المشهد الإعلامي وفي الملاعب وفي الشوارع وهم يتحدثون إلى الناس ولديهم وسائل الإعلام ولو كارثة لو كانت في ذلك الوقت شبكات تواصل اجتماعي كما هو عليه الآن لا كانت الكارثة حقيقية هذا المشروع كان مشروع اغتيال لثورة أكتوبر 88 هل يجب أن نفهم هذه الحقيقة؟ الكثيرون لا يريدون أن يفهموا أن فكرة صناعة الجماعات الإسلامية المتطرفة هو دايدا دائما الأنظمة المستبدة عندما تكون في خطر كما حدث في سوريا إذن خالد نزار من هذا النوع من هذا النوع الذي يريد أنه دائما يظهر نفسه أنه قام قدم شيء كبير إلى الجزائر وأنه أنقذ الجزائر وهذا الذي ردده حتى في بيانه أو في رسالته التي نشرها على موقعه العائلي تحدث عن هذا الأمر بوضوح وأشار على الدور وتكلم عن الإسلاموية وتكلم على أن الذين يحرضون الآن هم الذين كانوا في التسعينات وهو صادق ولكنه كذوب صدق وهو كذوب بلا أدنى شك أن بعض الوجوه التي أضرت بالحراك الشعبي الآن وأدخلته في متهات لن يخرج منها أبدا هوا أنفسها التي أضرت من قبل بمسيرة التغيير التي طالبت بها الجزائريون في الثمانية وثمانين في كل ما يأتي تأتي مرحلة التغيير يأتي هناك من يذر بهذه المرحلة في التسعينات بعد كتوبر الثمانية وثمانين كان الجيش راهينا عند قادة وفي مقدمتهم خالد نزار هم الذين زجوا بالمؤسسة العسكرية وزجوا بالجزائر في مرحلة قادرة ومرحلة دامية دفع فيها الجزائريون الثمان غالي والآن في هذه المرحلة المؤسسة العسكرية في يد أمينة ووطنية ونزار قال هذا الكلام ولا أقوله استشهادا به ولا نحتاج إلى شهادته ولكن قال هذا الكلام المؤسسة العسكرية لم تتورط في دماء الجزائريين ولم تتورط في شيء ولكن الذين أرادوا طورية الجزائريين في الدماء بتصفية الحسابات مع المؤسسة العسكرية التي كانت من قبل تحت قيادة خالد النزار وغيره هم أنفسهم الآن الذين يريدون صناعة فوضى في الجزائر بعدما خسروا الرهان في مرحلة معينة من حراك الشعبي حقيقة بسبب حنكة وحكمة تحلت بها قيادة الجيش في تلك الفطرة خالد النزار أدرك الآن أنه لم يعد له أمامه إلا محاولة مغازلة المؤسسة العسكرية خالد النزار ليس لديه ما سيقدمه إلى الأجهزة الخارجية حتى يشكل خطرا على أمن الجيش ولا أمن الدولة حتى إذا قال ما قال لم يعطي شيء ليس لديه معطيات على المرحلة الحالية إذا كان يرح يتكلم على مرحلة معينة كان هو وزير دفاع وهو الحاكم الفعلي للبلاد في مرحلة معينة سيدين نفسه إذا أراد أن يتكلم على الانتهاكات فهي ارتكبت بسببه ولديه قضية متابعة فيها في سويسرا ولكن إذا أراد أن يتكلم على المرحلة الحالية أو المرحلة بحكم قلف لا نقلع لا أعتقد أن ذلك لن يؤثر في مساري الأحداث ولن يؤثر في مساري الدولة حتى تصفيت حساباته مع الجيد سالح الجيد سالح رحل إلى ربه ولم تبقى أمامه الآن سوى فكرة مغازلة غازل الرئيس تبون من خلال إشادته بالإصلاحات التي يقوم بها غازل المؤسسة العسكرية بصفها أن الجيش الآن في يد أمينة طعن في الطرف المعارض المتشدد والمحرض طعن فيه بطريقة أخرى وربطه بمرحلة التسعينات حتى يعطي أهمية لنفسه مجددا أنه قام بدور تاريخي لإنقاذ الدولة الجزائرية والإيلات التي تقول بأن خرجة خالد النزار هي تمهيد إيد وأن السلطة بدأت تسترجع هؤلاء الجنرالات ربما غدا تسترجع أحمد ويحيا وتسترجع العصابة الموجودة في السجون وما إلى ذلك وتوفيق وترطاق وغيره هذا كله كلام للاستهلاك الإعلامي لا قيمة لها الناس المعارضة عندما تفلس والمحرض عندما يفلس في مرحلة معينة كانت عنده خيوط اللعبة الكثيرة بين يديه في ظل شارع منتفض كله ضد النظام القائم الآن انضعت كل هذه الأوراق ولم يبقى أمامهم إلا أي ردود الأفعال على أحداث قائمة أو مباشرة اختلاق حكايات وقصص من وحي الخيال ومن وحي الأوهام أنا من خلال ما أعلمه وما أعرفه وما سمعته من بعض المصادر تؤكد على أنه لم يحدث أي اتصال ما بين الرئاسة أو قيادة الأركان أو جهاز المخابرات الجزائرية مع خالد نزار في إطار استرجاعه كرجل ذاقيمة إن حدثت محاولات من طرف الجهاز الاستخباري بمحاولة استرجاعه وفتح إنهاء القضايا ومتابعته أو حكم عليه ومواجهة القضاء ممكن جدا طبيعي جدا أن أي جزائر يفار في الخارج مهما صادر الأحكام الأجهزة الاستخباراتية قد تتصل به تحاول أن تسترجعه وتحاول أن تطمينه هذا طبيعي هذا عمل الأجهزة لا يجب أن نخذ فيه ولكن أقول على المستوى السياسي أنه لا يوجد أي معلومة توفرت لدينا أو أنه كما يدعي البعض أن هناك محاولة لاسترجاع خالد نزار الذين طبلوا وزمروا إلى هذه الحادثة يريدون شيء واحد حيقولون بأن دولة توفيق هم نفسهم اللي قالوا بأن توفيق رجع وأن توفيق عاد مجددا للسلطة وأن هؤلاء الأشخاص بعودتهم تتمثل في جناح توفيق كما يسمونه والذي عاد مجددا وصار في الشريعة وبعد ذلك في الدويرة ومدريتش وراه وربما نسمع في الأيام القادمة أنه حتى ويحيى ربما رهما هبته هناك برك في مصرحية ومن ثم خرجوه رهما يتواجد في الإمارات العربية المتحدة كما هو ديدا أصحاب هذه الدعايات التي لن تتوقف والتي لا تبنى على أي أساس يريد مثلا أنه لما تنشر معلومة تقول على الأقل على أساس معين ولكن تطلق معلومة وبعد ذلك تواصل في إطلاق المعلومات وهو يدرك تماما أنه يربي قنبلة فقط ويبنع لها أشياء ولا أحد غدا سيأتي ويحقق معاه من أجل هذه القنبلة التي أطلقها إذن إخواني الكرام خالد نزار يغازل السلطة القائمة هذا مجرد غزن هذه القراءة الموجودة هذه القراءة الموجودة هل في رأيكم هل من المعقول أن السلطة الآن تلجأ إلى هل هي في وضع ضعف كما يقولون حتى تلجأ إلى خالد نزار من أجل استعادته ما قيمة خالد نزار داخليا ولا ما قيمة خالد نزار عند ما تبقى من الحراك الشعبي وما قيمة خالد نزار عند الدول الغربية والأوروبية وكذا وكذا لم تعود له أي قيمة هو الآن مشرد في إسبانيا إسبانيا ليس له قيمة وحذر جدا ولا يتواصل ويشك في الجميع إذن ما هي قيمته حتى يأتي ويقول ربما تقول لي بالله مثل الجنيرال باللقصير الجنيرال باللقصير صدرت بحقه مذكر إذا تعمل السلطات الجزائرية بأي طريقة من أجل استرجاع باللقصير شيء جيد أنا أيده ولكن استرجاعه ومتابعته في القضاء ويواجه التهم الموجهة إليه أما أن في رأيكم أن جزائر التي بالبارحة أصدرت مذكرة توقيف ضد باللقصير واليوم تغازل باللقصير باش يرجع وتعطيه مكانته هذا كلام فارغ وكلام صبياني لا يمكن أن يعتد به إخواني الكرام حوصلة للأمر أؤكد على أن ما يقال من أن السلطات الجزائرية تتواصل مع الضباطات وجنيرالات فريين إلى الخارج في إطار صفقة معينة معهم أنا لا أعتقد أنها موجودة أنا حاولت أجري اتصالات مع أصدقاء في الجزائر وكلهم جعلوها من خلال ما يسمعون في بعض الدوائر بأنها من سابع المستحيلات أن تحدث في إطار صفقة ولكن في إطار محاولات الجزائر أن تجلب أشخاص هربوا إلى الخارج من مؤسسة العسكرية كما جلبت بن ويرا مع تركيا فهذا أمر غير مستبعد وممكن جدا أعتقد أن خالد نزار يعيش خائفا يعيش أولا خائف على الوضع الذي هو فيه ندرك تماما قضايا كثيرة تفجرت عليه قضية زوجته ومنشره نجله على شبكات التواصل وما إلى ذلك كثير أمور عائلية وأمور تخص الشركات والأموال وتخص الممتلكات أيضا في نفس الفطرة التي تحدث فيها خالد نزار جرى الحديث على أن الجزائر راسلت أو اتصلت بالسلطات الفرنسية من أجل ممتلكات الجزائريين الموجودين في الخير وربما حدثت أيضا اتصالات مع إسبانيا لأنه علي حداد عنده ممتلكات في إسبانيا وربما مع دول أخرى هذه بلا أدنى شك تكون حدثت ولا أعتقد أنها لا تحدث وأعتقد بأن خالد نزار يعيش هذا الرعب فأراد أن يفصنع هذه الهالة عن نفسه أما ما نشرته جريدة الوطن لا أدري على أي أساس اعتمدت هذه المعلومات هل هي معلومات هل هي مجرد معروف على جريدة الوطن أنها جريدة لديها ثقلها في الشارع الإعلامي بلا إن شك ولكن أحيانا تنشر معلومات بحسابات والإديولوجية معينة هي معروفة بها ولكن لا أستطيع أن أكذبها ولا أستطيع أن أصدقها نترك الأيام القادمة ستثبت هذا القول بالمختصر المفيد الإخوة الذين رسلوني كثيرا يسألون على قضية عودة خالد نزار وهل خالد نزار سيعود إلى الجزائر والأمور تعود إلى ما قبل 22 فبراير وتعود دولة التوفيق كما يقولون هذه كلها أوهام من معارضة بائسة فقدت كل ما لديها حتى بعدما كانت تقول بأن الحراك هو الذي حرر العسكر وأن الحراك هو الذي حرر الدولة وأن الحراك هو الذي أسقط أبدو تفليقا وأنا الحراك هو الذي يسقط القايد صالح وسيزج بالجنرالات بكمشة الجنيرال كما يقولوا في السجون وسيحرر الدولة وينهي التدخل الفرنسي وينهي الوجود الخارجي والهيمنة الإماراتية والهيمنة الفرنسية والهيمنة المزنبقية والهيمنة الكمبودية والهيمنة المتفازقية كما يقال كلها قالوا هذا الكلام ولكن الآن تشاهدون كيف صاروا يتحدثون يتحدثون على ما هي الأسباب التي تركت الحراك الشعبي لا يعود بنفس الزخم فهذا مثلا يقول مثلا نشر عوامل عطلة عودة زخم مسيرات الحراك فصل الصيف غلق المساجد القبضة الأمنية الدخول الاجتماعي تخوف منطقي من الكورونا مشكل وسائل النقل خاصة يوم الجمعة كلها فقط تبريرات ولو كانت هناك واقعية في التعامل مع ما يحدث لا قالوا بأن أهم سبب أن أهداف الحراك أن الحراك صار مختر وأن الحراك فقد ما هي وجوده وأسباب وجوده بسبب أنه صدر من طرف جماعات ذات أديولوجيات ومخططات معينة لا تتماشى مع مطالب الجزائريين هذا أكبر خطر هدد الحراك وأكبر خطر جعل الجزائريين يعزفون عن العودة مجددا إلى الطريقة التي كانت قائمة في 22 فبراير والتي كانت مؤيدة من المؤسسة العسكري بل مختصر المفيد إخواني الكرام أقول بأنها ستكثر الإشعاعات في الأيام القادمة سنسمع الكثير خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور أور يجري مباشرة التشويش على الجزائريين هناك جهات لديها مصلحة بأنها ستمرر الدستور فلذلك تستمتع بمثل هذه الدعايات الإعلامية حتى تشغل بال الجزائريين بأشياء أخرى هناك أيضا من يريد أن يأتي الدستور في ظروف لا قيمة له عندما الناس لا تهتم بالدستور ولا تهتم به ولا تناقشه لن تذهب إلى صناديق الاقتراع ولن تستفتي عليه مما يجعل نسبة الاستفتاء على أهم وثيقة قانونية في الدولة الجزائرية التي هي روك الأساسي في الدولة الجزائرية لن ينتخب عليها النسبة المأمولة والمشاركة التي يجب أن تشارك في هذا الاستفتاء وستزداد نسبة هذه الدعايات والإشاعات والأخبار الكاذبة والمغرضة ويجري تخويف الجزائريين في وظل حقيقة وضع صعب ومعقد الوضع الاقتصادي سيء رأيتم كيف أزمة السنول النقدية وأشياء أخرى قادمة في الفطرة القادمة إذن الوضع الاقتصادي علي سعلاي مرام الوضع السياسي غير مستقر الأحزاب السياسية لم تؤدي أدورها كثير من المشاكل القائمة والصعوبات القائمة بسبب ما تمر به الدولة الجزائرية من تحولات في ظل هذه الجائحة العالمية شكرا لكم إخواني الكرام ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وهذا أنور مالي يحييكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله